ما زالت انتخابات مجالس المحافظات هي ما تجغل الشارع العراقي حتى ما بعد انتهاء الاقتراع لكن النتائج وما ستقول إليه هي محور الحديث في الشارع لذلك ينضم إلينا من داخل الاستوديو عضو مجلس المفوضين السابق سيد سعد الراوي مرحبا بك سيد العزيز في نشرة زاقروس يعني في بدء الأمر لنتحدث عن مسألة وهي مسألة نجاح الانتخابات وإجراءات المفوضية لو أردنا أن نضع نسبة كم تعطيها بنسبة أولا شكرا على الاستضافة وحيا الله شكرا لكم الكرام بصراحة يعني لحد الآن الحمد لله حتى الشكاوة لحد الآن لا توجد شك وحمراء هذا قد تكون في أول انتخابات عدت الانتخابات بسلاسل المحطات كل المحطات في كل العراق فتحت سواء خاص أو عام وهذا شيء جيد جدا يحسب المفوضية ولرئاسة الوزراء بصراحة والقوات الأمنية بقى علينا أن ونحن نتابع مهتمي بموضوع نتاج الانتخابات إن شاء الله كما صرح سيد الدكتور عماد بأنه خلال الأيام القادمة يعني قد يكون غدا ينتهي موضوع العدوى الفرز وأيام بعدها ستعلن نتائج النهائية لكن من خلال قناتكم الكريمة أقول أي تغيير في أصوات قائمة زيادة أو نقصان يعني سواء حدفة أو زادت خاصة من القائمة الفلانية سيغير بنسبة بسيطة بين مقعد لهذه القائمة أو لتلك القائمة فلذلك ننتظر النتاج النهائية حتى بعد ذلك تحدد القوائم كم مقعد حصلت من هذه القائمة يعني هذا الموضوع وارد في ظل 4.5% لم يتنفرزها نعم خمسة وستة بالعشرة خمسة وستة بالعشرة يعني كنت أتوقعها أربعة ونصف وأيضا مسألة المطابقة ما بين العد اليدوي والألكتروني لكن بنفس الوقت لنحدث عن مسألة مسألة شكاوى المواطنين أثناء الاقتراع يعني كان هناك شكاوى حول مسألة عدم قراءة البصمة عدم أيضا قراءة الباركوت للبطاقة البيومترية من هذه الأمور كيف ممكن أن يتم تلا فيها بالمرات القادمة وأيضا هناك مسألة قادمة لا وهي انتخابات إقليم كوردستان إن شاء الله في 2024 ومسألة يعني كان هناك تساؤل من يتحمل المسؤولية الحقيقية المفوضية أم من الكل تتحمل مسؤولية أي إشكال في الانتخابات دائما نقول نزاة الانتخابات مسؤولية تضامنية بين كل شركاء العملية السياسية المفروض أولا هناك قانون انتخابي واضح مفصل متكامل هذا الشيء نفتقر بصراحة يعني المفروض من يحدد القانون هناك نسبة تخطي 5% وبعدها هل مسموح أنه الكل يصوتون أرجع العدو الفرز اليدوي أو أكو بيه تفصيل لكن بسيط وهذا بكل فقرات القانون يعني حتى مثلا نظام توزيع المقاعد يعني بإشكال طبعا ما موجود أصلا بالقانون نحن قانون الانتخابي 26 صفحة بعد أن دمجوا قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المتظلمة بإقليم مع مجلس النواب بقانون واحد يلا صار 26 صفحة بينما قوانين الدول مئات صفحات مثلا السراء لك 522 صفحة هذا القانون بحيث من ريد انتخابات مبكرة خلال 36 يوم أكو برلمان جديد وأيام معدودة تشكل حكومة يعني إحنا هذا الموضوع تأجلت عدة مرات القوانين ولحد الآن ما عدنا مواقيت محددة لانتخابات مجلس النواب مجالس المحافظات دائما في تغيير توقعات أو اتفاقات سياسية النقطة الأخرى يعني من أقول القوانين تحتاج مراجعة يعني لحد الآنها استفازت كل الكتل شنو تعريف الكتلة الأكبر ما موجود بالقانون يعني وإننا رح نرجع تفسيرات وتتفق أحزاب فهذا الموضوع لذلك أنا أدعو دائما إلى مراجعة شامل المنظومة الانتخابية يعني سأتطرق لمسألة الكتلة الأكبر وما بعد أيضا كل انتخابات مسألة الصراعات السياسية يعني دائما ما يكون هناك تفاؤل بالعمليات الانتخابية بأن تكون هي بوابة لحل الأزمات لكن في بعض الأحيان تبدو هي أزمة جديدة تلوح بالأفق هناك مسألة جدا مهمة حدثت في الانتخابات يعني لا يمكن التغاضي عنها كمؤسسات إعلامية كان الدور كزاكروس كنا ننقل الصورة وندعم العملية الانتخابية كونها عملية ديمقراطية ولا بد أن يشارك الفرد ويعطي صوته كونها حق من حقوق المواطن العراقي لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث عن حرمان ما يقارب 100 ألف مواطن من الاقتراع في كركوك يعني وهذا حق دستوري يحرم منه هذا العدد الذي ليس بقليل بسبب مشكلة عدم ظهور البصمة وعدم قراءة الباركود كيف ممكن أن يتم تدارك هذا الأمر؟ لماذا لا يتم وضع مسألة آلية التعويض ربما في هذه الأمور؟ هذا موضوع مهم جدا؟ أنا كاتب عنه كثيرا أنا أعتبر السجل للناخبين هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة اليوم يعني مو 100 ألف أضرب بهذا الرقم فيه ثلاثة وهذا الرقم بحدود 300 ألف ناخب لا يمتلك بطاقة بايومترية في كركوك وحدها في كل العراق بحدود 9 مليون ناخب وحتى من طلعت النسبة النسبة 41% هي فقط بمن يمتلك بطاقة بايومترية وهذه النسبة أثارت الشارع العراقي كان المفروض البعض يتحدث عن 27 مليون أو 23 مليون لا 27 مليون بالانتخابات الماضية أنا أعتقد الآن تجاوز 28 مليون وكسر فلذلك يجب أن أقول أن هناك عدد ناخبين كذا مليون عدد من يمتلك بطاقة بايومترية ويحق لها التصويت كذا مليون عدد من صوت كذا مليون هكذا تطلع النسبة فلذلك أنا أدعو إلى موضوع أنا برأيي سجل الناخبين إذا بقى بهذه الطريقة لا يكتمل موضوع البطاقة البايومترية مهمة جدا لكن إجراءات معقدة سواء هي أو بس أكمل هذا الموضوع تفضل لك المساحة موضوع السجل الناخبين يعني أكو احتمال أنه نعود إلى البطاقة الوطنية وهذا يجب أن يحتاج للشغل شوية لأن ما بيهرقهم ناخب أو محل الاقتراع مركز الاقتراع هذا يراد لإضافات جديدة لكن البطاقة البايومترية هي البطاقة الرئيسية اللي بيها كل معلومات الناخب الإجراءات اللي تصير يعني إحنا دائما يراجعون الناخبين للمراكز تسجيل الناخبين لكن ما يحصل على البطاقة يأخذون كل المعلومات بصمات وبصمة عين وصورة وتروح المعلومات تجمع من مراكز العراق كلها إلى بغداد بعدين بغداد إلى الشركة خارج العراق وتمضي أشهر شهرين خمسة ستة مرات أكثر وترجع البغداد وترجع بغداد توزع فشوفين الناخب يجا مرتين ثلاثة مليقها البطاقة عافة فلذلك في الانتخابات الماضية أكثر من ثلاثة إلى أربعة مليون تقريبا بطاقة لم توزع هذا كل إشكالات يجب أن تعالج أما أخلي العمل داخل العراق تجي الشركة وتخول العراقيين بحيث من يجي يراجع الناخب يستلم البطاقة وينتهي الموضوع أعتقد هذا يسرع وإذا ما قدرنا هناك طرق أخرى قد لا يجو يعني أيضا لأنوه حول مسألة أنا ذكرت كاركوك لأسباب عدة يعني كاركوك لها خصوصية في هذا الموضوع كاركوك لم تشترك بانتخابات مجالس محافظات لمدة أطول من باقي المحافظات نعم يعني 18 عام يعني ليست بمدة قليل أهالي كاركوك كانوا متعطشين لهذه التجربة وشهدنا التوافد فعلا فعندما يحرم مكون وأيضا جمهور حزب هذه مسألة تؤثر في القادم لثلاثمائة ألف رقم كبير جدا يعني بحدود هو في كل العراق بحدود ثلثة الناخبين لا يمتلكون بطاقة بايا مصرية ولا يحق لهم التصويت هذا رقم كبير يعني ثلثة الناخبين فلذلك يعني أتمنى أنه تعالج هذا الموضوع المهم قبل أي انتخابات قادمة خصوصا البرلمانية أيضا مسألة مهمة عند يوم الاقتراع العام يعني كانت فيه الخروقات أكثر وتسجيل أكثر من خرق من ضمنها كان تقريبا ثلاثمائة وثلاثة ربما أكثر أو أقل خرق انتخابي بالنسبة لمتلبسين بممارسة الدعاية الانتخابية بالقرب من المراكز الاقتراع لأحزاب وقوائم معينة ما الإجراء القانوني بحق مثل هكذا أشخاص أرجع لنفس القانون أقول قانون غير مفصل راح أضرب مثل استخدام معدات الدولة واجهزة الدولة لا يجوز استخدام أموال وقف السن وشيعي طيب وإذا استخدمت استخدمت لا يحضر استخدام أجهزة ومباني الدولة ومؤسساتها وسياراتها طيب إذا استخدمت هذا بفصل الدعاية الانتخابية بالقانون طيب هي استخدمت أم لم تستخدم يعني تستخدم ولذلك أكو شكاوى فلذلك أنا أدعو ليش نقول نفصل القانون ليش قانون غيرنا 500 صفحة ليش إحنا 25-26 صفحة فهذا كله لازم يفصل المفاوضين دائما نقول جهة تنفيذية وليس تقضي مسؤولية من تفصل هذا القانون السلطة التشريعية طبعا المفروض تعرض القانون على الويب سايد ويجون المختصين الشركاء العملية السياسية المفوضية الهرائية المنظمات المجتمع المحلية والدولية الأحزاب السياسية كلها المفروض تشارك بصياغة هذا القانون اللي عنده إشكال يعني أنا عندي ورقة تخص سجل الناخبين ورقة إعلان نتاج خلال 24 ساعة بالعدو الفرزي لديه ورقة عن استحداث عتبة انتخابية أوراق بس إلما تطرحها المفروض سلطة تشريعية يعني إحنا دائما نقول في تونس أرضوا القانون الانتخابي على الويب سايد أنا خدت القانون وأعطيت ملاحظات ودعوني إلى مؤتمر في تونس وكان معي زميل من العراق دكتور وليد الزيدي لكن هنا ما تقدر توصل لملاحظات كأنه ممنوعة أن تتواصل مع السلطات نعم يعني هناك الكثير من الأمور التي شابت مسألة الانتخابات رغم يعني نستطيع أن نقول كانت جيدة نوعاً نعم جيدة المطلق لا يجوز في كافة العمليات السياسية لكن كانت جيدة إلى بعض الإشكالات لمعالجتها وليس للنقل متأكيد لتلافي الأمور لأنها ليست تجربة واحدة أو نهاية التجربة الانتخابية في العراق توقعك لنبدأها كمواطن عراقي نعم وقريب من الشأن وتقرأ الحالة السياسية في العراق مجالس الانتخابات ما بعد المجالس وأيضاً استكمال أعضاء المجالس في كل المحافظات واختيار المحافظ ربما هي ستكون العقبة الأصعب أمام العملية القادمة هل هي وسيلة حل أم أزمات جديدة ربما ستكون بالأفق يعني هو لا مو أزمات جديدة بصراحة يجب أن تعرف كل القوامة الانتخابية ندرة وجود حزب أو قائمة راح تستولي على يعني مدينة واحدة حكومة محافظة واحدة فلا بد من تجلس كل القوائم دائماً بصراحة الأحزاب التي لدينا كلها تشارك تشارك بانتخابات حتى تشارك بالسلطة ما عندنا معارضة يعني هذا متعارف عليه صار بالعراق كل الأحزاب التي تفوز تشارك بالسلطة وهذا ما شفناه بالحكومات المحلية أو الوطنية فلا بد من أن تجلس كل المرشحين الفائزين كل أعضاء مجلس النواب الفائزين العفو أعضاء مجلس المحافظات على طاولة حوار لتشكيل حكومات محلية فعلاً لأصلاح السؤال بنى التحتية يعني طلبات المواطنين وقد تكون متقاربة بمعظم المحافظات وكو كل محافظة إلى بعض الخصوصية بمواضيع معينة هذه المسألة المهمة خصوصية المحافظات في اختيار المحافظة يعني كي لا تتكرر الأزمات يعني هذا تقريباً نعتبر اتفاق سياسي بين الكتل ممكن تتفق عدة كتل فازت بعدة محافظات انتوا اخذوا محافظة بهذه المحافظة ونحن نأخذ هنا ويدعمونا هنا وندعمكم هنا وصير توافقات سياسية بين كل الكتل السياسية يعني هاي وارد جداً يعني نعم واعتقد هو هذا اللي راح يصير نحن نتمنى أن يكون هذا الاتفاق في مصلحة المواطن بالدرجة والأولى والتفكير أيضاً بيئة المواطن وما يصب في صالحة يعني القادم ربما كثير 2023 لم يبقى لها شيء كتنتهي نعم المفاجآت في 2024 الحديث يطول إن شاء الله المفاجآت بالخير نتمنى ذلك يعني نحن متفائلين دائماً عضو مجلس المفوضين السابق السيد سعد الراوي شكراً جزيلاً لك شكراً لك